السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بالمغرب فان شاء الله سوف نقدمكم اخر تحتة نماذج العالمي ابتداء من زوال اليوم وكذلك سوف ندرج لكم الايام القريبة مدى والبعدة المدى باذن الله فاولا اخي اختي داكن تتشاهدوا القناة لالمره فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشارتنا باذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم وسبقا فالمرجم مشاهدة الفيديو الاخير لكي تعرفوا المناطق المعنية بالامطار كذلك الخير ان شاء الله القادم اعلم لك بالنسبة لبعدة زوال اليوم ان شاء الله فستكون اجواء مستقرة الى قليلة سحب محتمال باطل قطارات المطارية لكن طعيفة ومتفرقة فوق مرتفعات الاطلس بالنسبة اليوم السبت فاوتوقع كذلك تكون بعض العواصف الرادية فوق المرتفعات وكذلك مقترب جبهة ممترب باذن الله بالنسبة اليوم الاحد فاوتوقع كذلك ان تكون اجواء غير مستقرة محتمال باطل قطارات المطارية والزخة الرادية فوق مرتفعات الاطلس بالنسبة اليوم الثلاثة في احتمال دخول بعض الزخة المطارية فوق مرتفعات الاطلس باذن الله وكذلك المدن المعنية ان شاء الله فهي ميدلت باذن الله وكيكوة تطلحات خنيف رواه كذلك التوينج باذن الله بالنسبة لك اليوم الأربعاء فمن المتوقع كذلك استمرار بعض الزخات المطرية هنا وهناك تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة مع اختراب أمطار الخير بالنسبة لليوم الخامس إن شاء الله فيحتمل دخول كذلك بعض الزخات المطرية والرادية على التبينة ورزازة وتاليوين وتنغير وكذلك بإذن الله ميدلت بالنسبة لليوم الجمعة إن شاء الله فيتوقع ويحتمل أن تكون كذلك الأجواء مستقرة إلى قيلة السحب بالنسبة لليوم السبت فيحتمل بإذن الله اختراب جابهم وطيرا مع احتمال بعض الزخات المطرية فوق مرتفعة الأطلس بالنسبة كذلك اليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع دخول بعض الزخات المطرية على المدن التالية والمدن المعنية فهي الحسيمة وإساقن وكذلك وزان شبشاون تطوان سبت الطنجة أصيلة والعرائش للامي مونة سيد علال التازي وكذلك سيد سليمان الرباط الخميسة مكنس الروماني بن سليمان الدار بيضاء برشيد الكارستات ولا تفرج بإذن الله وعلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله